يواصل الأردن حجد الدعم الدولي لمواجهة أعباء اللجوء الاقتصادي في ظل استقباله أكثر من 4.5 مليون لاجئ بحسب أرقام مزارة الخارجية حيث نظم مجلس النواب مؤتمرا شارك فيه 40 نائب من دول الاتحاد الأوروبي لإطلاعهم على آخر التطورات في هذا الملف وتأكيده على حاجة الأردن لاستمرار دعم المجتمع الدولي أدت حالات اللجوء المتتابعة للأردن إلى زيادة الأعباء الاقتصادية عليه في مختلف القطاعات بما فيها أزمة اللجوء السوري حيث لم يحصل الأردن على المتطلبات المالية التي حددها لخطة الاستجابة لهذا اللجوء لذلك ما زال النشاط السياسي والدبلوماسي قائما لتحقيق الدعم الكافي إن هذه الديناميكية والتي يتوجب على المجتمع الدولي تفهمها والإمعان بها كتجربة ديمقراطية ناجحة فإننا ندعوه لإعطائنا الأولوية في الاستجابة لدعم الأردن ليتمكن من الاستمرار بدوره المحوري كضامن لإنسانية الشعوب المنكوبة المقتربون الأردنيون من رجال أعمال ومستثمرين يلعبون دورا في دفع عجلة التقدم للاقتصاد الأردني في ظل موجات اللجوء من خلال تقريب وجهات النظر بين الدول المانحة والدول المستضيفة للاجئين يمكن للمقتربين أن يكرسوا وأن يعززوا الاستثمارات الأجنبية وأن يخلقوا شركات وفرص عمل وأن يحسنوا الاقتصاد وأيضا تحسين ريادة الأعمال من خلال تطوير الأفكار الجديدة من خلال تصدير المعارف استضافة الأردني لنحو أربعة ملايين ونصف المليون لاجئ انعكست مباشرة على البنية التحتية والحالة الاقتصادية ما يتطلب زيادة الدعم لـ 12 قطاعا أهمها الصحة والتعليم وسوق العمل سامي جروان رؤية